انا عفكة لسه ما فتحت هايش يعني انا حتى لسه ما فتحتش العلبة العلبة انا حتى ما شفتش بتاعها سعيني حتى عايز افتحها هايش فتحت هايش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانكم محمد تحسيم من قناة سرشاجي ازيكم ومعبنية اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله في الفيديو ده هوللكم ازاي هنتكلم عن حشيشة القلب حشيشة القلب معايش معكوسة بالعربي حشيشة القلب من اغرب الحاجات اللي لقيتها في المكملات بص ده مش مكمل او يعتبر مكمل ومش مكمل في نفس الوقت اللي حصل ان انا انا جبته بس عشان اسمه اسمه كان عجيب بصراحة بالنسبة لي اسمه استي اللي هو سان جون وورت او جون سورت اسمه عشبة القديس يوحنة او عشبة القديسين او عشبة السعادة او حشيشة القلب طبعا انا لما لقيته في موقع من موقع الهرب او اللي هي العشاب والدايتري اللي هي المكملات فبصراحة شتريته حتى كمان لسه بصرفان حتى لسه متفتحش فاللي شدني يعني الاسم بتاعه حشيشة القلب فأقول لده هل ده له علاقه بالقلب ولا حاجة بيخدر القلب بيقول لي حشيشة القلب دي دي نبات من زمن الزمن يعني فوق الالفين سنة كمان النبات ده اه بينمو في الاماكن الصحراوية اللي هي مهجورة يعني اللي هي المهجورة دي تلاقي النبادة موجودة النبادة اللي بيبقى شكله زي الشكل ده كده اللي هو اللونه اصفر وسيقانه طويلة كده يعني حوالي ميت سنتي او او خمسين سنتي حاجة زي كده يعني بينمو كده فوق النبادة بيستخدم في حالات الاكتئاب اه يساعد على تخفيف حالات الاكتئاب العابر بيساعد على الاكتئاب والتوتر بيقلم التوتر ومن الاكتئاب بيخليك تنام نوم كويس اه بيساعد في انبساط العضلات اه بيساعد كمان في التقام الجروح لو انت عندك جروح البواسير والاكتئاب اللي هو طبعا بيعالج البواسير اه هو اللي انا عرفته ان هو بيعالج البواسير عن طريق ان انت بتعمل منه زيت يعني النبات لكن انا معي كابسولات فانده ممكن تاخد الكابسولة وخلاص بس اه وكمان بيعالج اللي هي الاكتئاب العابر اللي هو المتوسط والخفيف مش الاكتئاب الشديد يعني مش مسلا واحد داخل في الاكتئاب شديد لا ده اكشفت ان هو بيضمر له الاكتئاب اكتر يعني بيزور له الاكتئاب اكتر هو بيساعد في الحاجات البسيطة وكمان بيقلل التوتر وكمان الحاجات الحلوة بقى اللي انت بسمعها لو انت سمعت تتلاقي فيه كلام كده متدارك في الايام دي اسمه سيروتونين وميلوتونين والكلام ده سيروتونين السيروتونين ده ده هرمون في المخ بيفرزه ده مسؤول عن السعادة والمحال المزاجيات كويسة ده بيساعد على الموضات ده اه عشيشة القلب اه مش عارف ايه تاني هو بس الناس بتقولك ما ينفعش ان انت تستخدمه يعني حتى كابين لا تستخدم حشيشة القلب اه اذا كنت تتناول ادوية المضادة لاكتئاب وصفة طبية كد يسبب طفحة في الجلد في الاشخاص زو البشرة الفاتحة وينباغي ان هولئي الاشخاص تجنب الاشعة الشمس القوية او الضوء فوق المنافسيجي غير مخصص لاستخدام عند النساء والحياة من المرضاعات او الشخص الذي يتكل عمرهم عن 18 سنة اه بصراحة انا حبيت ان انا يعني انا اشتريته فعلا فعلا اسمه غريب فعلا من دمن الحاجات الغريبة اللي انا قبلتها فعلا في عالم المكملات وعالم العشاب اه حشيشة القلب اس تي جونورت وكمان من دمن الحاجات اللي انا عرفتها عن جونورت ده او اللي هو العشبة بتاعت الكدسين دي كان زمان زمان وهم بيولعوا في الجو بيولعوا قصد يعني يولعوا كده كانوا بيحطوا النبات ده جوه الولعب عشان يطلع دخان الدخان يطرد الارواح الشريلة اعرفيكة دي من دمن الاقويل اللي انا قررتها اعرفيكة ده مش كلامي يعني اذا فعلا فعلا قررته الموضوع ده لهم بيحطوا النبات ده جوه يعني لنتيجة ان هو شافي قوي كانوا بيستخدموه القدسين زمان ان هو شفاء الأمراض يعني كانوا بيستخدموه كعلى الجروح على بيشربوه للمرضى علشان يخفوا بسرعة فده من اعتقادات الناس ان النبات ده كان بيشفي بسرعة يعني كان بي حتى لدرجة نوم كانوا بيحطوه في النار عشان الدخان بتاعه يطرد الارواح الشريع عشان كان زمان برد وكانش فيه علم اقويا فبصراحة يعني الموضوع ده عجبني اوي استي جون وورت انا انا عفيكة لسه ما فتحتها يعني انا حتى لسه ما فتحتش العلبة العلبة انا حتى ما شفتش بتاعها سعيني حتى عايز افتحها اه رحيتها عادية رحيتها عاملة زي رحة البهارات اه رحيتها عادية اه اه الكابسولة بتاعتها شكلها جريب على فكة الكابسولة بتاعتها بصوا شكلها مدي على كموني كده لونها لون كموني مش لون اصفر ولا لون فتح اه 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 خليها هنا كده عشان تيجي هين ا اه شكلها لون كموني كده شوية اه اه فتحت العلبة بالمقضامكم صراحة موضوع انا بقى سنة صحة من عشاء ان انا اشمل الحاجة قبل اول مفتاحها عشان ببقى من دبني من كتر ما انا فتحت المكملات الكتير فبقيت عارف المكمل من ريحته بس يعني مش لازم ان انا او ريحته عادية لقى ريحته مش وحش اهو لا ريحته كويسة وان شاء الله ابتدي اشتغل في يعني ابتدي ان انا اخده اه بدام هو بيقلل بيساعدني في النوم زيه زي الميلاتينون فده برضو هيبقى كويس برضو هيساعد في النوم شوية وكمان هيقلل التوتر فخلينا نام تاني ويتزود السيروتونين فبرضو فناخد واحدة بس في اليوم يعني هي حتى اه الاستعمال تناول واحدة او الى اتنين كابسول سلاس مرات يوميا ده كوي سوي يعني انا اخد واحدة واحدة كل اه كم ساعة كده يعني التناول واحد الى اتنين كابسول سلاس مرات يوميا بزبط انا اخد واحدة كده او اتنين في اليوم وان شاء الله ان شاء الله اشوف النتيجة وان شاء الله هارجعلكو برضو على الفيديو ده وحاول انا اعمل زي اللي تطلعي عليه بس بعد بفترة كبيرة عشان طبعا المكملات اه نتائجها ما بتطلعش على طول بتيجي بعدها بحوالي مسلا اقل حاجة شهرين يعني اقل حاجة في المكملات بتاخد شهرين اه اهو بس كده اهلا حاجة في المكملات بتاخد شهرين فان شاء الله هشتغل عليه واشوف اه هيعمل يعني هيساعد برضو على التخفيف الحالات هيخليني مركز كتير في الأDan في المشاكل وكده اه هيقل الموضوع ده فان شاء الله ان شاء الله هتجربوا وان شاء الله ان شاء الله يبقى خير اه وانتو لو عايزين اي مكملات تعرفوها اه ان شاء الله هتكلم قريب عن اللي كارنطين عشان لسه اجازوا اه يقول اللي الكارنتين فان شاء الله ان شاء الله اتمنى بس حضراتكم اه يعني لو بعد اذنكم يعني لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك معي في القناة لو ما عجبكش اتمنى تبعط لي بس كومنت قول لي ما عجبش لي وإيه اللي انت عايز تعدله في نفسي عشان برضو انا يهميني ان المعلومة تيجي صح والفيديو بقى كويس وانتشر لأكتر حد يعني للناس كلها يعني وبس كيف شكرا جدا لكم وتمنى ما تنساش تشترك معي في القناة وانا اسم محمد تحسين من قناة سرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة